سلام عليكم شايفين الجمال ده؟ الوصفة دي بسضبط كأنك شرياها من برة تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض اول حاجة لما نيجي نشتري اللحمة المفرومة لازم تكون ملبسة او حمراء وعليها 50 جرام دهون وكون ايلة للجزار ان انا عايزة افرومها مرتين عشان تكون نعمة بعد كده هبتدي ان انا حط التوابل وهنا بكتفي فقط بالملح والفلفل الاسود عشان كده تكون طعم اللحمة بينا وكمان اتنين بصلة متوسطة بنفرومها طبعا فرم ناعم بس هنا بفصل التفل بتاع البصل عن المية بتاعته او البشر عن المية بالطريقة اللي حضرتك شايفها معايا كده وبياخد فقط البشر اللي من غير مية ده وحطه على اللحمة المفرومة وهبتدي بقى ان انا اعجن 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 كتير قوي لغاية لما تنعم تماما واقدر ان انا اشكلها بسهولة زي ما حضرتك شايفة معايا بعد كده هنبتدي بقى نرجع لمية البصل وهحط عليها معلقة من الكاتشاب او الصلصة اللي موجودة عند حضرتك ومعلقة من الزيت وبديهم تقليبة سريعة دي كده هتكون التدبيلة اللي انا هبلي ايدي فيها وانا بشكل الكفتة بتاعتي عشان كلهم يطلعوا قد بعض في الحجم بستخدم الايس كريم سكوب اللي هي اكبر حجم اللي هي بتكون حوالي ربع كوباية طبعا حضرتك تقدري تعملي الحجم اللي حضرتك عايزاه وبستخدم المقورة دي عشان اشكل عليها بتكون بالنسبة لي سهلة جدا وكمان بقدر ان انا اطلع منها اللحمة بسهولة ببتدي ان انا اشكلها على هيئة الصباع اللي متعارف عليه وهبلي ايدي كويس قوي في التدبيلة ومشي على صباع الكفتة عشان يبقى متساوي كده وبس شايفين اقدر ايه هي سهلة هتديها بقى الشكل المميز بان انا اضغط عليها باليد كده بسبعين ونزلها على الطبق بتاعي على الاقل ساعة تتحط في التلاجة او الافضل ليلة كاملة بعد كده ببتدي ان انا اجهز الشواية بتاعتي وامسحها خفيف قوي بالزيت وهسيبها لغاية لما تستوي على الجنب الاولاني لغاية ما يبقى شكلها عامل كده اقلبها على الناحية التانية واقفل برضو الشواية واسيبها تكمل سوا شايفين بقى الجمال؟ يلا العيد قرب فجربوا الوصفة دي وقلوا لي رأيكم فيها ايه قو بالصحة والهان